يا مساء الخير والبداية تحية لكل الاهلوية زي ما تعودتم دايما فيه السادسة أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة بتبدأ معها رحلة جديدة مشوار جديد تحدي جديد للأهلي العالمي نقفل بقى صفحة البطولات المحلية بصداعها وبوجع دماجها ونروح لكورة بجد والأهلي زي ما عودنا دايما مع الكبار نسخة تمنى بيشارك فيها النادي الأهلي ونسخة تالتة على التوالي من النهاردة بتبدأ صفحة جديدة في كتابة التاريخ والتاريخ هنا مرتبط بالكورة العالمية بقى طموح حقيقي لأي لاعب كورة إنه يلعب ونسأل بس على العيبة المصرية لكن بتكلم على العيبة من كل حتة في العالم نهاردة طموحك في الوصول العالمية يبدأ من بوابة النادي الأهلي والجيل الحالي بيسافر للمغرب عشان يبدأ مشوار بطولة جديدة في بطولة كاس العالم وطموحنا حدوده السماء ليه الرهان في النسخة يمكن يكون حساباته مختلفة خليني أقول لك ليه نمر واحد إنه من سنة فاتت وفي نفس التوقيت ده كنا موجودين في نسخة كاس العالم تقريبا بدون نص فرقتنا وكان عدد كبير جدا من الغيابات سواء كان بسبب الإصابة أو بسبب المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا خرم النادي الأهلي من القوام الأساسي والرئيسي لفرقته ورغم كده الحقيقة كان الإنجاز أكبر من كل الطموحات والتوقعات ورجع النادي الأهلي ببرونزية ثالثة خلته الأكثر إنجازا محليا وإفريقيا وعربيا في بطولة كاس العالم الأندين يبقى ليه لا؟ وإحنا رايحين الحمد لله تمرينة النهاردة كانت التمرينة الأخيرة هتشوفوا معنا لعطات منها وتطمنوا على السعادة الفريق الأخيرة في القاهرة قبل إن شاء الله ما يوصلوا المغرب مساء اليوم عشان كده بقول لأهلي هم سافر فولو سكواد ومع الصفقات والتدعميات سواء اللي تمت في المركاتو الصيفي أو حتى الصفقات اللي تمت في المركاتو الشتفي والتي لم تنتهي بعد عشان فيه ناس كتير قوي بتقول إنه الأهلي قفل باب الصفقات واكتفى بالصفقات اللي قامت إدارة النادي الأهلي بأمرابها وده غير صحيح أو خلينا يقول غير دقيق على الإطلاق عشان كده بقول إنه طموح الأهلوية في النسخة دي بإذن الله إنه إحنا إن شاء الله بإذن الله نقدر نروح لبعيد وللأ اللي شفناه في كاس العالم للمنتخبات نقدر بشكل كبير جداً نعمله فيه كاس العالم للأندي الأهلي في وجهة أوكلند فيه مبارات الافتتاح إن شاء الله يكون معدها يوم الأربع اللي جاي تمانية بتوقيت المغرب تسعة بتوقيتنا هنا في القاهرة إذا ما قدرنا إن شاء الله إنه إحنا نتجاوز أولى مباراتنا أمام أوكلند ونجحنا فيه تجاوز المباراة دي هيكون معدنا مع سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية هيكون معد المباراة إن شاء الله يوم السبت 4 فبراير وإذا ما نجحنا إن شاء الله بإذن الله فيه تخطي عقبة سياتل ساوندرز هيكون معدنا في مواجهة الكبير الزعيم ريال مدريد والأهلي زي ما عودنا دايما في المحفل العالمي دايما مع الكبار سواء بقى تتكلم على ريال على تشيلسي على البايرن على فلامينجو على بالميراس على كورنثيانيز والأهلي طول عمره الحقيقة دايما وسط الكبار نتمنى إن شاء الله كل التوفيق وهنكون معاكو في السادسة كل يوم إن شاء الله بنتابع لحضراتكم ننقل لحضراتكم كل التفاصيل الخاصة برحلة الأهلي للمغرب هنتابع أخبارنا وهنتابع كواليس رحلة السفر طبعا كابتن محمود الخطيب بنفسه بيترقص بعصة الفريق اللي توجهت بالفعل للمغرب الوقت اللي بكلم حضراتكم فيه دوقتي على هواة طيارة فيه طريقة إن شاء الله بإذن الله للمملكة المغربية وتوصل بسلامة الله في حدود الرحلة أعتقد تستغرق ما بين أربع وخمس ساعات خلينا نروح لفاصل ونرجع بقى ندخل في التفاصيل ونبدأ حلقتنا معكم